اه اول شي كنت وحيد وهلأ في بوادر خير يعني لا بالنسبة للعزاب خلينا نسحب لأزواج والمرتبطين المرتبطين مبين عندي فيه في شوية علاقة ثلاثية خلينا نشوف وانت عم تختار انت بين خيارين بين شغلتين اليك فترة عم بتفكر فيهم كنت مغمض عن العلاقة اما الثلاثية او مش حابب انك تشوفها مش حابب تعطيها اهتمام لحتى ما تنكد على غيرك عم بحسك كتير حاطط يعني عم بحسك كتير حاطط مش حواجز لكن بالفترة الجاي رح تكون متأهب يعني انت خايف من الطرف الاخر بانه يترك او يكون فيه علاقة ثلاثية ممكن تكون مش بس علاقة ثلاثية ممكن تدخل من شخص ثالث اما من العائلة او طبعا القراءة ممكن تنفع انه تكون عكسية لكن بشوف بالنهاية يعني شي كتير حلو يعني قربت كتير من الارتباط اذا كنت اللي هو الارتباط الجدي صرت كتير قريب منه لكن ما وصلت له مية بالمية لكن انت في الطريق واخر اخر مرحلة في هذا الموضوع عم بشوفك كتير مبسوط الا الامور اللي عم بتسير وكأنه في بشاير في الموضوع او في شغلات بتدل ان الطرف الثاني عم بفكر فيك بطريقة كتير حلوة انت كمان عم بشوفك بتحبه اكتر تتمسك فيه اكتر نتيجة قرارات هو رح يتخذها او عم يتخذها حاليا عم بحاول هو يبعد كل المشاكل والاطراف اللي عم تدخل بشكل سلبي لحتى يوصل لمرحلة جدية في هذا الموضوع اذا ورق كتير ايجابي بالنسبة للمرتبطين ولكن في اوراق بتحكيلك انه كون حذر في انه تاخد قرار في هذا الموضوع خاصة انه في شخص تاني ولكن مش عم بتحبه قد الشخص اللي انت معه ولكن في شخص عم بيشوفك من ابعيد وانت بالاخير عم بتفكر بين هذا الشخص وعم تختار الشخص اللي انت معه لكن بيحذر عم تتعامل معه بكتير حذر بالفترة الاخيرة وانا بنصحك بهذا الاشي يعني لانه بتضل الامور مبهمة عبين ما تصير الخطوة بس في قطوات حلوة ممكن يكون فيها الطرف التاني في احتمال 90 بالمية يمكن كتير ورق حلو يعني نيجي للناس المنفصلين اللي عم تستنى رجوع او بتتشوف يعني فيه ترك نهائي للعلاقة ولا فيه اللي هو ممكن انهم يرجعوا حاول نشوف ايش المشاكل في العلاقة اللي سببت الانفصال لبرج اذا الجوزاء كان فيه اشخاص متدخلين كتير في العلاقة فيه وحوش فيه عندك واحد تنين ثلاثة اربعة خمسة فيه ناس كتير كانت مش حابة هاي العلاقة انها تكون من الاساس وكأنها كانت تسيطر على الحبيب او الشخص اللي انتو تاركينه هاي في الطاقة القديمة طلعت عنا اذا مش حاليا حاليا ولا مستقبلا لكن الحبيب عم بفكر فيك بكتير يعني اللي هو انت مسيطر على كل تفكيره عم بفكر فيك خلينا نشوف بالفترة الحالية كيف هو عم بفكر عم يحلم فيك مبين انه حارب من اجلك لكن فشل بالفترة الماضية انت ما كنت عارف لكنه كان يحارب اطراف معينين لنجاح هاي العلاقة لكن في غموض وفي تكتم بعدين صار يحس الموضوع انه صعب كتير يكمل اما بالنسبة للصراعات اللي بناتكم او بالنسبة الاشخاص حاولوا انهم عن جد يسيطروا على تفكيره ولكن عم بشوف انه عم تصفى الامور مخه عم يصفى تفكيره عم يرجع لعقله عم بتذكر الاشياء والاماكن اللي كنتوا انتوا تروحوا عليها عم بشوف طاقة نارية ترابية وهوائية في الموضوع في برضو خبرية في اشي بجمعكم مع بعض وكأنه عم يوصلك خبر بيهديك نفسيا وبيخليك اللي هو يعني بردت شوي اعصابك وصرت على امل كبير انه يرجع في بوادر خير عم بتبين اه توف كابس كتير محصوص راح تكون بالفترة الجاي للمنفصلين في اذا هذا بيعني انه في ممكن فرصة كبيرة للرجوع بالاخير عم يتملكك عم يمسكك في ايده لكن في اشخاص في علاقة ثلاثية كانت موجودة ويمكن راح تستمر بعد الرجوع لكن انت راح تكون عارف يعني او انت عارفة من البداية انه في شخص ثالث لكن هو بالاخير راح يمسكك في ايده ورح يتملكك ورح تكون اله هو اليك واللي مبين عندي اكتر انه هو الطرف الثاني عم بيحبك اكتر يعني اكتر الاوراق بتبين انه هو الي عم بيبادر وهو الحنين من عنده اكتر جاي مع انه مخبي حاله شوي لكن اهو عم بشوفك كتير كنت مجروح وهلأ في موضوع عم بتخليك كتير سعيد المبادرة راح تكون من الطرف الآخر اكتر اكتر امبين امبين انه عنده مسؤوليات كتيره هذا الشخص عنده احلام وطموح كان مؤخر الخطوة التي هي خطوة الرجوع امبين حتى انه فيه بعد الرجوع فيه ممكن احتمالية ارتباط لكن عم تكون انت كتير متأني والطرف الثاني كتير متأني في الرجوع لكن عم بيصير في الأخير كنت كتير هيك بأرق يعني أو حتى كانت صحتك مش ولابد لكن الأمور عم بتصير بطريقة حلوة خلينا نشوف إذا فيه نصيحة لبرج الجوزاء من الكون أو من الطاقة الكونية نصيحة لازم تسمعها خلينا نشوف شو ممكن يطلع دائما إحنا بحاجة لنصايح لشوية بصيرة تعطينا الأمل ممكن أو بتوجهنا تكشف لنا أمور عم بيحكي لك إنه أكتر الأغلاط اللي كنت تغلطها اتعلم من أخطائك برج الجوزاء عم بتعيد نفس الأخطاء مع نفس الأشخاص فبيقول لك اتخذ يعني اتخذ قرار في هذا الموضوع إذا فيه شخص يعني عم بيحاربك وكذا خلص إبعد عنه بلا من بلا من الحروب لإلك بالفترة الجاية عم بيقول لك كون هادي لأنه الكون مخبي لك أشياء حلوة ولكن رح تكون بكتمان يعني وكأنه أنت عم تشتغل كنت بكتمان وعم تفرح لحالك في هذا الموضوع بطلت تحكي للي حواليك شغلات كتير صرت أكتر حكمة أو الكون بيحكي لك صير أكتر حكمة وتكتم على الأمور ما تحكي كل شي عندك حتى للطرف الآخر خلي فيه شي إلك مساحة إلك فكر بنفسك والنجاح رح يكون حليفك ها بيحكي لك يعني لا ورق كتير حلو اللي هي بيحكي لك أنه الناس اللي جرحوك ما ترجع لهم حاول أنه ما تكرر هذا الإشي في حياتك أو ما تعطي فرصة أكتر من فرص أنت عم تعطي فرصة كتير لشخص معين فالكون عم بيحكي لك لا اتخذ قرار في هذا الموضوع حب حالك أكتر لكن أنا شايفة يعني تطلع يعني كتير فيه كروت حلوة من بعد هذا من بعد جرحه كبير وغدر كبير لكن أنت بعدت عنه في طاقتك الحاليا وكأنك بدلت جهد لحتى تغير طاقتك ببشرك أنه في كتير أشياء حلوة ناطريتك إذا كنت عم تستنى شغلة أو موضوع معين الحظ معاك هاي الفترة كمان بالنسبة للجوزة بشكل عام نصيحة أخرى أو خلينا نشوف الورق اللي بيطلع عم بتكون منتصر ببشرك يعني كل ورق حلو اللي عم بيطلع عم ترسم بيحكي لك أرسم طريقك في نفسك ما تستنى الآخرين يساعدوك بيحكي لك في أموال جاي في أموال رح تمسكها في إيديك لكن رح تصرف كتير فكون حذر من هاي الناحية رح تكون محارب في الفترة الجاي لكن أنت على نصر مقبل فبيحكي لك اتطمن يعني الشغل اللي كنت تحارب عشانها رح تكون عندك جميع الأدوات لحتى تحصل على هذا الإشي أنا بتطلع له أكتر للعلاقة العاطفية بيحكي لك عندك كل شي أنت عندك ممكن جمال مادة عندك استقرار عندك حكمة عائل فكل هادول الأشياء بيحكي لك استعملهم في العلاقة خاصة العاطفية من ناحية عاطفية إذن هذا كل شي بالنسبة لبرج الجوزاء ورح ننزل في الفترة الجاي اللي هو طلبتوني عن التخاطر وكيف جذب الحبيب وهاي الأمور واستعمال التخاطر للمنفصلين وحتى للمرتبطين يعني أول فيديو بعد كل توقعات الأبراج رح يكون عن هذا الموضوع وإن شاء الله بتستعملوا بالطرق اللي أنا رح أحكي لكم عنها واللي هي مجربة مني شخصياً ومن الناس اللي كانوا في الكورسات اللي كنت أخذها يعني عن الموضوع عن موضوع التخاطر وقانون الجذب فأكتر من طريقة مجربة ممكن أنك تحل أمور كتير وتوصل رسائل لأشخاص معينة أو تسيطر على مخهم من خلال طرق معينة رح نوضحها فقل لك لبرج الجوزاء قراءة كتير حلوة ممكن توصل لك